إذا اليوم نحكي عن السواءات تحت العيون وبالبداعي أصد ما نحكي شو السبب؟ ليه بتطلع هاي الهالات السودة؟ مضبوط. هلأ أكتر مشكلة عم بتواجه الستات حاليا هي الهالات السودة أو الدارك سيركل حوالين العيون طبعا هي الأسباب فيه أسباب كتير لإلها بس لما إحنا بدنا نتوجه نعرف السبب الرئيسي لإلها لازم نعرف أنه فيه يعني هالات تصبغية فيه عندنا هالات الأوعية الدموية ممكن من السهر، ممكن شيء وراثي، ممكن فقر الدم يكون كمان سبب للهالات السودة طبعا لازم نعرف إحنا شو السبب الرئيسي لعمل عنا الهالات السودة حوال نعرف نتوجه للبرودكت المناسب لنختاره من كشمير نعم ويمكن دائما بكشمير هذا الإشي المميز فيهم مميز بكل المعارضة الموجودة عندهم بأنه بالفعل فيه أشخاص موجودين خبراء بيئة البشرة وبقدروا يساعدونا إذا إحنا في عنا أي استفسار أو مش عارفين شو المنتج المناسب لبشرتنا لأنه إحنا مش بس مشكلة الهالات السودة لأ كل بشرة طيب معين وفي إلها منتج معين فهم أكيد متواجدين في كشمير اللي حاليا يعني وأكيد رح نحكي عن العروض اللي عاملينها بمناسبة البلاك فرايدي أكيد بساعدوكم وبعطوكم النصيحة طب إذا اليوم نحكي عن الفيتامينات وأهميتها وعلاقتها أيضا بأسواد تحت العيون بالضبط هلا دائما نقص الفيتامينز ممكن يسوي عندنا مشاكل مثلا فيه نقص الحديد نقص الفيتاميندال إزينك يعني أي فيتامينز ممكن أنه يعمل لنا مشاكل كمان حوالينا العين يعمل لنا دارك سيركل وطبعا الترطيب الكثير عالي هو كمان بحللنا مشكلة الهالات السودة لأنه إذا كان عندنا جفاف كثير حوالينا المنطقة لأنها هي المنطقة كثير رئية وكثير حساسة برضه بيعمل لنا دارك سيركل ممكن يؤدي لفاين لاينز لرينكل ديب رينكل فعشان نبعد عن كل هاي المشاكل نعمل ترطيب كثير عالي نعم هلأ مرات مرواب بيحبوا أنهم يلجأوا سيدات وحتى رجال ممكن يعانوا من هاي المشكلة يلجأوا لموضوع تجميلي أكتر بأنه رحوا على الفلر على البوتوكس هل ممكن بالفعل أنهم يقللوا السواد اللي هم علاقة؟ يعني فيه فيه جلسات ممكن تساعد على هذا الشي بس كمان حتى مع الجلسات إحنا بنستخدم الكريمات لأنها بتطول العمر الإبري هاي اللي عم ناخدها يعني حتى لو عملنا مثلا تخفيف للهالات السوداء الكريمات بتساعد أنه نخلي المدة أطول لهذا الإشي نعم طب خلينا مع بعض نستعرض مجموعة من الكريمات اللي موجودين كلهم بفروع كشمير المختلفة والموجودة أكيد بالمملكة الأردنية الحاشمية بالإضافة كمان موجودين على الويب سايت لكشمير بتقدروا تطلبوهم ويوصلوكم أونلاين طبعا فيه العديد من المنتجات المختلفة مش بس الكريمات اللي لاء العيون واللي أسواد في منطقة تحت العيون ولكن هؤلاء الموجودين معنا جزء منهم وعينة برش تحكي لنا عنهم مروا مزبوط هلأ موجود عندنا من روش بوزي بيجمنت كلار آي كريم هلأ هذا بيشتغل أكتر إشي على الدارك سيركل لأنه فيه مادة الكافيين طبعا هي بتحرك لنا الدورة الدموية حولنا العين فبيصير فيه عندنا ترطيب كتير عالي بتخفل هالات السوداء بيصير فيه عندنا حيوية ويعني نظارة بهاي المنطقة طبعا بيحتوي كمان على مادة هي خافية للعيوب نقدر نستخدمها يعني مثلا لحفلة لمناسبة لطلعها كل يوم نقدر نستخدمه يسمها الكومفلاج وفيه عندنا كمان شغلات تانية من فيتشي من روش بوزي من الليفت أكتب سوبريم من فيتشي كمان بيحتوي على الكافيين نفس الشي وبيعمل على تخفيف الهالات السوداء وفيه عندنا كمان شغلات تانية من فارما سيريز كمان براند بولندي كتير ممتاز صراحة وأثبت فعاليته بآخر فترة بكشمير وعليه طبعا هلأ خصومات بهاي الفترة عشان البلاك فرايدي لنهاية يوم السبت نعم وفيه عندنا كمان براند تاني ليهو دكتور كلينيك وفيه عندنا طبعا من جويل سو وايت كتير الصبايا عم بيسألوا عنه وكتير كمان ممتاز وفيه عندنا من لارين براند بيزبط هذا الأوفر فيس لكل الوجه وحوالين العيون فيه الفيتامين سي وفيتامين دال كمان يعني احنا عم بنغزي حوالين العين عشان نخفف من المشاكل عم بتصير عندنا نعم هلا يعني احنا زي ما عم بنشوف هاي المنتجات هي مجموعة بنرجع من النواة بإنها مجموعة من المنتجات اللي موجودة ضمن معارض كشمير أكيد المنتج ربي مختلف أماكن المملكة الأردنية الحاشمية إذا بنا نحكي عن كمان مروة يعني هذا الموضوع أكيد فيه ضقة بالتعامل زي ما ذكرتي المنطقة حساسة والبشرة بهاي المنطقة حساسة ومش بسهولة احنا بنقدر نتعامل فإذا بنا نحكي عن طرق الترطيب طرق الحماية ايش اللي لازم نعمل إذا بنا نحكي خطوة بخطوة بالضبط هلا لازم احنا نعمل ترطيب توايس داي يعني الصباح بنعمل ترطيب وبالليل بنعمل ترطيب بنعمل مثلا طريقة معينة من جوة لبره بنعمل ريسايكيليشن أو تحريك للدورة الدموية عشان نخلي الأوعية الدموية تتحرك بهاي المنطقة ويخف السواد عنا طبعا كلهم فيهم ترطيب فيهم أنتي ايجينج فيهم كافيين فيهم المواد اللي هي مناسبة كتير للدارك سيركال حوالين العيون وهو الترطيب أهم إشي صراحة وزاتا هلأ بفصل الشتاء نعم يمكن بتعرفي هلأ مروة كتير من الأشخاص مهتمين بهذا الموضوع أيضا مهتمين لأنه نوهنا عن موضوع العروض محكينا عن العروض اللي رح تكون موجودة في كشمير بمناسبة البلاك فايدي طبعا هلأ موجودة العروض تقريبا فيه أشياء عليها 50% فيه أشياء عليها 20-30% لنهاية يوم السبت إن شاء الله وفيه موجودة أخصائيات بشرة ممكن يساعد الصبية لأي برودكت هي يعني مناسب لإلها نساعدها فيه فيه فحص بشرة مجانة نفحص لفروة الراس طبعا بكشمير وهذه العروض كمان موجودة على الويب سايت طبعا موجودة على الويب سايت نعم فكلياتهم أنتوا بتقدروا أنكم تحصلوا عليهم أكيد من خلال الويب سايت ومجرد أنكم تدخلوا عليها كشمير بتقدر تشوفوا كل المنتجات اللي موجودة عندهم تارفوا عنها تفاصيل أكتر وللأشخاص أكيد اللي بحبوا يشتروا من الويب سايت ولكن لسا مش عارفين شو المنتج المناسب لإلكم نرجع منذكر بأنه بمعارض كشمير أكيد المنتشرة والمختلفة موجودة في أخصائيات للبشرة بتقدروا تروحوا لعندهم يشوفوا بشرتكم إيش هي الكريمات اللي انتوا بحاجة لإلها لا حتى تشتروها ويساعدوكم وأكيد كمان منذكر بأنه كشمير مش بس هم منتجات متعلقة بالبشرة وإنما أيضا بكل ما يتعلق بالجمال وأيضا منتجات تتعلق بالشاعر كلياتها موجودة بأكيد معارض كشمير طيب أمروة إذا بدنا نحكي كمان عن أهم إشي موجودة يكون عند السطلة الترطيب مش بس للعيون إيش في أشياء مهمة ضرورية تكون موجودة عندها عشان تعتني بعشرتها هلا أكيد لمنطقة العيون إحنا يعني هذا الإشي الميلي هو كتير مهم وبرضو لمنطقة للوجه كامل فيه عندنا سيرام فيه عندنا كريمات ترطيب فيه عندنا كريمات أنتي ايجينج فيه عندنا كريمات للتصبغات فيه أكتر من كريمات حسب الست شو هي محتاجة بتلاقي موجود عندنا بكشمير نعم وترطيب للبشرة بشكل عام زي العيون إنه twice a day مرتين باليوم برضو في منهم يس وفي منهم كمان تقدر ترطبي أكتر حسب قدي نسبة الجفاف عندنا بالبشرة نعم إذن يعني شكراً لوجودك معنا مروة فوزي وحضرتك خبيرة بشرة كنتي موجودة معنا من كشمير وبنرجع مذكركوا مرة تاني بأنه معارض كشمير عاملين سيل ورح يكون بمناسبة البلاك فاردي خصومات رائعة وكتير كبيرة فهي فرصة لكل شخص حابب أنه يشتري هاي المنتجات بينكم تشتروا الكمية اللي أنتو تحتاجوها من خلال هاي العروض شكراً أكيد لإلك مرة تاني مروة وأهلاً وسهلاً فيكي